تعود المختار لما يذهب الى الغابة ان يعتلي الاشجار حتى يتمكن من مراقبة تامة للطابق العلوي من الغابة في المراحل الاولى كان كثيرا ما يقع بصره على اشياء تجري اسفل اشجار الغابة اناس كثيرون كانوا يحسبون ان لا احد يراهم وهم يقومون بما يقومون به مع مرور الوقت لم يعد المختار يأبه كثيرا لما يجري اسفل الاشجار ولكن في الخامس والعشرين من مارس من العام عشر والفين كان المختار في غابة الهرهورة تسلق شجرة شامخة لم تكن تبعد كثيرا عن الطريق المعبدة اختار المكان لقربه من البحر في ذلك اليوم كان يريد مراقبة طيور قادمة من جهة المحيط الاطلسي كان ذلك بعيد الفجر كانت الشمس تهم بالشروق فجأة مزق صمت المكان هدير محرك سيارة رباعية الدفع رآها المختار وهي تتقدم توقفت على جانب الطريق ونزل منها رجلان كانا يحملان كيسا ابيض كان المختار يراقبهما من علم لم يفطن الى وجوده كان ملبسه ينسجم تماما مع الاغصان المورقة اتى احد الرجلين بفأس ثم اخذ يحفر اسفل الشجرة اخرج المختار كاميرته وبدأ يصور المشهد في لحظة ركز على وجهي الرجلين ثم على السيارة على لوحة تسجيلها لما انتهى الرجل من الحفر جاء الثاني بالكيس الابيض ثم واراه الثرى تعاون على ردم التراب كان المختار يصور اختفى الكيس الابيض تحت التراب اخذ احد الرجلين المعول ثم هرولا نحو السيارة ادير المحرك ومزق هديره مرة اخرى سكون المكان لما غابت السيارة وراء المنعطف اوقف المختار التصوير نزل من الشجرة توجه الى الحفرة ونبشها حتى بلغ الكيس الابيض كان الكيس يحتوي على جثة رضيع حديث الولادة اعاد المختار ردم التراب وعلى جدع الشجرة وضع علامة ليذكر المكان اعتل الشجرة من جديد حاول ان يعود الى متابعة ما كان يجري في عش قريب ولكن هدير المحرك كان قد دفع بالطائر الى الابتعاد تزحمت الاسئلة في ذهن المختار ترى لماذا دفن الرجلان ذاك الرضيع في هذا المكان ومن يكون الرضيع في الواقع ما شاهده استفز فضوله عاد المختار في المساء الى منزله وكان قد استقر رأيه على النبش في هوية الرجلين الذين صورهما في الغابة استعرض الشريط سجل الارقام التي كانت تحملها لوحة تسجيل سيارة كان له صديق من عشاق الطيور المغردة يعمل في وزارة النقل طلب منه ان يأتيه بهوية مالك السيارة الرباعية الدفع خدمة بسيطة في الغد جاءه صديقه بهوية الرجل اسمه سمير ابو القواسم ويسكن في ديورجة مع بحي الحبوس بالمنزل 251 كان المختار في تلك الايام يجتاز فترة حرجة فقد كان بحاجة الى بعض المال لانعاش تجارته وترمين محل سكناه ولذلك فكر في مساومة الرجلين عسى ان يحصل منهما على المال لم يكتفي المختار بتسجيل اسم وعنوان صاحب السيارة الرباعية الدفع بل انه قام بزيارة معاينة ميدانية تربص غير بعيد عن باب المنزل 251 في حي الحبوس بعد حين خرج من الدار احد الرجلين الذين رآهما في غابة الهرهورة توجه الرجل الى المرآب ثم بعد دقائق خرج على متن سيارة كانت هي السيارة الرباعية الدفع التي رآها في الهرهورة توقفت عند باب الدار خرجت امرأة شابة كان يبدو بها سقم كانت حزينة فيما يبدو ركبت ثم انطلقت السيارة اخذة وجهة وسط المدينة قفل المختار عائدا الى بيته بدى ان الفكرة قد اختمرت ونضجت في مخيلته وما عليه الان الا ان يباشر التنفيذ في البيت اخذ ورقة وقلما وبدأ يسطر رسالة كان مخاطبه سمير ابو القواسم مالك السيارة الرباعية الدفع اعتمد المختار في سياغة تلك الرسالة على التهديد اما ان تدفع وان لا فضحت ما رأيته في الهرهورة وكشفت قبر الصبي وضع المختار في حسابه احتمال تجاهل رسالته او ان لا يأخذه الرجلان مأخذ الجد ولذلك ارفق الرسالة بصور للرجلين سمير ابو القواسم وصاحبه وصورة للقبر الصغير فهل سينجح في ابتزاز الرجلين وقد كشف عن ادلة اثبات يصعب ضحضها مساء اليوم التالي رن الهاتف في جيب المختار كان المتحدث سمير ابو القواسم قال له انه موافق على دفع المبلغ ولكنه بحاجة الى بعض الوقت طلب منه ان يمهله اسبوعا ولكن المختار رفض ذلك وخشي ان يفتضح امره وقال انه لن يستطيع الانتظار اكثر من يومين بعد ذلك سيبلغ الشرطة اطفأ المختار هاتفه المحمول وبعد يومين شغله من جديد كانت في انتظاره رسائل صوتية عدة كلها من سمير ابو القواسم الذي كان في كل رسالة يؤكد عزمه على الاستجابة ودفع المبلغ المطلوب وان عليه فقط ان يحدد مكان وموعد تسليم القرص الاصلي المتضمن لشريط دفن جثة الرضيع في غابة الهرهورة وتسلم العشرين الف درهم كان المختار قد فكر في الامر ووقع اختياره على ساحة ملعب الامير مولاي عبد الله القريب من حي الفتحة حيث يوجد ممر للراجلين يفضي الى ساحة الملعب كان ممرا لا يتيح مرور سيارات وكان المختار يحرص على ان يوفر لنفسه منفذا يغادر منه المكان دون ان تتاح للطرف الاخر امكانية ملاحقته على متن سيارة مهما كان حجمها صغيرا في وقت لاحق من ذلك اليوم اتصل المختار بسمير ابو القواسم ودرب له موعدا في صبح الغد بعيد الفجر في ساحة ملعب الامير مولاي عبد الله كان الاتفاق يقضي بان يسلم المختار الشريط الاصلي وان يتعهد بالتزام الصمت وان يدفع الرجل لقاء ذلك عشرين الف درهم وكما ان المختار وضع في اولويات خطته ان يتمكن من المال ومن الفرار عبر منفذ امن فان سمير ابو القواسم درس مع شريكه في دفن جثة الرضيع في الهرهورة كلما يمكنهما من الحصول على وثائق الاثبات وفي الان نفسه استعادة العشرين الف درهم خطت الرجلان ونصب كمينا محكما للمختار مرب الطيور المغردة في صبح الغد حضر الرجلان الى ساحة ملعب الامير مولاي عبد الله كان يراقبان كل الطرق المفضية الى الساحة كان احدهما يتربص على متن السيارة الرباعية الدفع التي كانت مستوقفة في مكان لا ترى منها كان يتوقعان ان يأتي صاحبهما راجلا او على متن سيارة فجأة ظهر رجل ممتطيا دراجة حمراء كان يجول وسط الساحة لم يتوقع ان يأتي الرجل على متن تلك الناقلة البطيئة وصل الدراج الى المكان الذي وضع فيه المال اخذ الضرف ووضع مكانه قرصا مدمجا ثم اسرع متجها الى المعبر المفضي الى حي الفتحة في تلك اللحظة زمجر صوت محرك سيارة انطلقت مسرعة نحوه دهمته بقوة سقط ارضا اخذ منه احدهما الضرف الذي كان به العشرون الف درهم بعد ان اخذ القرص المدمج ثم ابتعدت السيارة مسرعة بعد لحظات اتى من جهة حي الفتحة احد عمال المركب الرياضي رأى المختار صريعا اسرع نحوه كان في حالة لا تبعث على الاطمئنان سمعه يأن كان يقول نفتاح يوس بي في البيدون اليوس بي في البيدون اسرع عامل المركب الرياضي الى الملعب واتصل بشرطة النجدة بعد بضع دقائق حضرت سيارة الشرطة نقل الرجل الى قسم المستعجلات ولكن كل المحاولات الهادفة الى انقاذه باءت بالفشل مات المختار مرب الطيور المغردة متأثرا بجروحه كان رجال الشرطة قد لاحظوا الاضرار التي لحقت الدراجة الحمراء التي كان يمتطيها المختار كان واضحا ان سيارة داهمت الرجل وداست الدراجة خلص عاميد الشرطة المسؤول عن مصلحة المداومة والذي جاء من مدينة تمارة الى ان الامر يتعلق ربما بحادثة سير مع جنحة الفرار استمع الى عامل المركب الرياضي ابلغه ان كلما سمعه من الضحية انه قال مفتاح يوس بي في البيدون امر العميد بتمشيط المحيط ولكنه لم يتم العثور على اي بدون كان على العميد ان يبعث بمذكرة بحث حول الحادثة وارسال برقية حول الموضوع الى الادارة العامة للامن قصد الاخبار لضبط احصائيات حوادث السير كان العميد من الاطر الامنية التي راكمت التجارب ولما احضر الكاتب البرقية لتوقيعها كان يحاول ان يجد تأويلا لما نقل عن الضحية نفتاح يوس بي في البيدون تذكر العميد شرطيا كان يعمل تحت امرته في سيد قاسم وكان عرف عن الشرطي ابتزازه للمتعاطين للنقل السري يذكر العميد انه لم يتمكن من ضبطه متلبسا ويذكر ايضا ان الشرطي بعد احالته على التقاعد جاءه مودعا قال له انك يا سيد العميد لم تضبط معي ما يثبت فعل الارتشاء لانني كنت ادس ما احصل عليه من مال في القيدون وكان يقصد مقود دراجته النارية اذاك تساءل عما اذا كان صاحب الدراجة الحمراء يقصد القيدون نهض العميد الى الدراجة التي دهستها السيارة نزع المقبضين المطاطين في طرفي المقود وفجأة سقط نفتاح يوس بي اخذه وعاد الى مكتبه طلب حضور متخصص من المصلحة الالكترونية فتح اليو اس بي وباح باسراره كان به شريط يظهر كيف دفن الرجلان جثة رضيع في غابة الهرهورة وكان الشريط يظهر جليا رقم السيارة التي جاء على متنها توفر كم هائل من المعلومات حول كل ما دار بين المختار والرجلين الذين سعى الى مساومتهما بعد اخذ البصمات من جثة المختار باموسا لم يكن صعبا تحدد هويته كما لم يكن صعبا الوصول الى مالك السيارة سمير ابو القواسم بعد استدعاء الاخير تبين ان شريكه لم يكن سوى شقيقه حمادي حاول الرجلان الانكار فاستعمل المحققون فضلا عن الادلة التي وفرها مفتاح الاسبي استعملوا الكلاب المدربة لاكتشاف الحفرة التي دفنت بها جثة الرضيع اقر في النهاية ان الجثة لمولود لشقيقتهما التي حملت من علاقة غير شرعية مع ابن جيران لهم سافر الى الخارج حاول انكار كل صلة لهما بمقتل مختار ولكن فحص سيارتهما ابان عن اثر لصباغة حمراء اثبت التحليل المخبري انها نفس صباغة الدراجة التي كان يمططها المختار في النهاية اضطر سمير ابو القواسم وشقيقه حمادي الى الاعتراف وكان ذلك بداية لبحث مطول اسفر عن اعتقال الاخوين وشقيقتهما هي اعتقلت لاقامتها علاقة جنسية غير مشروعة وتوبع شقيقاها بتهمة قتل الجنين والمساهمة في قتل المختار صديق الطيور مع سبق الاسرار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر